في مجال الكهرباء الحقيقة فاندم احنا اضفنا 420 ميجاواط للقدرات الكهرباء الموجودة ولكن الاهم تم تطوير كل الشبكات والمحاولات الموجودة بحيث بقينا بنتأكد وعندنا اطمئنان لاستقرار تماما الشبكة والطيار الكهربائي اللي هو احد اهم مقاومات التنمية لأي مشروعات تنموية في سيناء ده شكل لمحطة الكهرباء اللي كانت موجودة او كانت بدايتها في 2014 طبعا مع انشاء المحطة بتبدأ عملية التنمية حواليها اللي مختلفة انا بوري بس حضراتكم قد ايه من خلال الصور بتبقى بتعبر عن حجم التنمية لعملته الدولة المصرية في سيناء وبعد كده الصور كلها اللي بنوريها للمحاولات اللي موجودة طبعا مجمع محطة محاولات بحر البقر اللي موجودة عشان تخدم المشروع العملاق اللي حنتكلم عليه بعد كده محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ايضا موجودة في سيناء كل الخدمات اللي اتعملت ومشروع بتاع كهرابة شرم الشيخ وبور سعيد لوحده ب290 مليون دولار محطة الاسماعيلية الجديدة وكل المشروعات الاخرى اللي الدولة المصرية بتنفزها النهاردة على هذا المطاق ولكن ايضا في مجال البترول والاكتشافات عن الغاز حقول الغاز استثمارات تصل الى ما يقرب من 18 مليار جنيه الدولة بتنفزها النهاردة علشان زيادة الطاقة في حقول الغاز في شمل سيناء سيناء